والله يا شباب ما فيش حاجة بتخلينا استغرب في الدور الاسباني ده اكتر من ان الفرق اللي انت تشوفها بعيدة كل البعد عن مستوى ريال مدريد او بعيدة كل البعد حتى عن اي مستوى لفريق كبير يجو قدام ريال مدريد وبيتحولوا حوش ما تفهمش ايه اللي بيحصل له شوفنا فيا ريال والاداء اللي عمل قدام ريال مدريد وتحول قدامنا لغواصات نووية جي قدام المريا انهزم اتنين وتحول مراكب شرعية والنهاردة نفس الوضع بيحصل قدام ريال مدريد بيلعب فريق اقل منه بكتير كجودة للافراد كفكر للمنظومة كتيك تيك وشكل حتى على ارض الملعب والريال فعلا بيدغطوا ضغط رهيب جدا ولكن يجي حرس المرمى بقى ديفيد جيل يتحول بيتر يتشيك يتحول اوليفر كان يتحول بيتر يشمايكل مع منشستر يونايتد ويعمل تصديات خرافية من كريم بنزيما ومن ماركو اسسينسيو من رودريجو وانفراضات وعمل كل حاجة النهاردة المفروض ما كانتش تحصل الامانة قدام ريال مدريد في مبارا سهلة زي كده وتسمع تصريحات المدير الفني قبل اللقاء وهو بيتكلم عن ريال مدريد بقى اللي تحترام ويقول لك ريال مدريد لو عايزين يفوزوا لازم يقدموا كرة اكسر جودة ويتفوقوا في الملعب كلام شبه كده يعني